في مثلي هذا اليوم الثالث عشر من يونيو عام الفين وثلاثة عشر عاشت مدينة الإسكندرية أجواء عصيبة ولاحظات فارقة بفعل الصدم الدموي بين أعضاء حركة تمرد وجماعة الإخوان في منطقة أبو سلطان شرق المدينة الساحلية شهدت الشوارع والأزيقة اقتتالاً بالأسلحة البيضاء والخرطوش في صراع كاد يصل بالأمور إلى ما لا تحمد عقباً لو لا تدخل عدد من الأهالي للسيطرة على الوضع المتفاقم ما جرى في الإسكندرية كان حديث مصر من شرقها إلى غربها خلال ساعات هذا اليوم وسط مطالبات جهات متعددة بضبط النفس والالتزام بالعمل السلمي على صعيد المتصل كانت أزمات الكهرباء والوقود ومعها اعتصم المثقفين في تواصل دون وجود أي بوادر للحل أو الحسم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة